ما ينفعش تعيش تقرأ اللي كتبوا التانيين ما ينفعش تعيش في ضل الآخرين ما ينفعش تعيش تتكلم على اللي حصل في الماضي ما ينفعش تعيش مكتائب وتقول يا زلمو مش عارف عمل حاجة أغنى مخلوق ربنا خلقه في الخلائق كلها هو الإنسان اللي كل فرد فاسد بيقنعك أنك فقير إن كل فرد عدو للإنسانية بيقنعك أنك فقير إن كل فرد ونظام سيء بيقنعك أنك فقير وعاجز وجاهل إلى آخرة إزاي ربنا يخلق خليفة له في الأرض ويكون خليفة ده ما عندوش قدرة ومقدرة إزاي يبقى إحنا والعزاء وذب الله بنسب الزات الإلهية إزاي يخلق ربنا قطعة أرض ما فيهاش إمكانيات يعيش عليها البشر بعد مليون سنة إنت اكتشفت منها الحتة اللي فوق السطح لكن في قاع هذه الأرض أشياء لم نكتشفها بعد وفي علمه اللي دني أنه سيعيش على سطح هذه الأرض وهذه القطعة سأكون تسمعها سوريا ولا اليمن ولا أي حاجة ميت مليون ستلاف عندهم رزقهم في نفس القطعة إزاي إحنا بنسب ربنا عوزوا بالله إن شاء الله نجيب بسم الله بنسبه وإحنا فقرة إحنا عاجزين إحنا غير قادرين ياخي الصحابة كانوا عندهم إيه اللي خرجوا من الجامعات اللي إحنات خرجنا منها ويتعلموا العلم اللي إحنات علمنا منه واللي كان رعي غنم واللي كان خدام واللي كان عبد والحوارين بتوع موسى وعيسى كانوا إيه كانوا أساد ذا في الجامعة ها والمشكلة في أنا مشكلة مش في عدوي اللي هو بيشرزمني ويجهلني وكذا واحد مش عادك تعلم أنا هتعلم مش عادك تفهم أنا حفهم مش عادك تمشي أنا حمشي ما دي الإرادة ربنا خلق لنا عقلي هنا ليه عشان نفكر فيه وعلمنا من قصر الأنبياء ليه عشان ناخد منها العزة مش نعيش فيها بقى ناخد منها العزة عشان نمشي على ها جهة أنا عمري ما كنت فقير وعمري ما حكون فقير وعمري ما حاول لو حسمح لأي اللي يقولني إن أنا فقير أبدا 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 الكلام ده مش عارف أنا كتبته إيه في النظارة كنت أنا في الطيارة آه آه مش كده العالم شكله قيد الوقت العالم بعض الناس اللي فيه عشان ما نعممش يعني احنا منحبش نعمم ونزع ونزع على الناس مش كده برضك ها لأن احنا منحبش نعمم بالسياسة ينشأ له أنظمة تقنن الفساد شئنا أم أبينا ليصبح الفساد قانون وهذا ما تعارف عليه الناس قبل النبوات والرسل وإنما أتى الأنبياء والرسل ليزيل الفساد ويدعوا قانون رباني في النواحة الاجتماعية والثقافية إلى آخري إلى القيامية والأخلاقية إلى آخري ودي كانت كل محور العام من رسالة الأنبياء لما نيجي نقول الله ده فيه فساد ده ما فيه فساد الله ده فيه دولة عميقة ما فيه دولة عميقة الله ده مش عارف ده ما ده موجود ودي طبيعة البشر أنا هطلع فاسد أنت تصلحني ولولا دفعوا الناصر بعضهم وبعض مش كده برضك نقدمها الصوامع ومساجد ومذاك وبيعا وصلوات ومساجد يتكلم فيها اسم الله شفت ما هذا التدافع التدافع معناه بناء مش هد التدافع معناه البحث عن الحقيقة التدافع معناه نشر الفضيلة والتدافع قادرته الإيمان المؤمن هو اللي ما بينامش ما بينامش طول الليل والنهار عشان عنده رسالة عايز يوصلها لكل فرض لكل إنسان ولا يقبل هذا الفرض أو هذا إنسان على اتباع رسالته بل يبصره أو يبصرها أو تبصره أو تبصرها يبقى التدافع قادرته إيه الإيمان الفردي التدافع والبناء والتنمية ها والتأهيل والتمكين وبناء المجتمعات ومحاربة الفساد أساسها أنا مؤمن ولا لا أنا مؤمن ولا لا ما جيش بها أقول أصلي فلاني الفلاني لوزير عمل كذا وأنا مؤمن ولا لا مؤمن هحط خريطة عمل هعمل خريطة طريق هحط خطة هعمل تحالفات حولي هتنازل عن جزء من شخصيتي الاعتبارية من أجل المجتمع هضع تصور هعمل شراكات هعمل تحالفات هذهب لجميع الناس اللي في المجتمع بتاعتي أو في المجتمع بتاعي أو 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 إلى آخر لأن أنا مؤمن إن كنت مؤمنا فلن أنام وحذاري أن نعتقد أن عدد ساعات النوم في اليوم لابد أن تكون سبعة ساعات أو ثمان ساعات أو تسع ساعات وما كان الرسول صلى الله عليه وسلم ينام هذا الوقت وما كان الصحابة رجل عنهم ينام هذا الوقت منهم كان ينام جالسا ها قاعدا أو على جنبه لكن أنجزه ما أعجز البشرية عن تحقيقه من هذه الصحراء القفراء المجردة وإحنا قاعدين عندنا كل حاجة كل حاجة جالنا في البيت بنتفرج عليها كل يوم لكن إحنا بنلعب ده اللي إحنا بنعمله الإيمان هو البوتقة التي تنيرى بها الإنسانية وجوانبها تجعلك مشع بالخير مشع بالعمل مشع بالتوجيه مشع بحب الناس لك مشع بالتفاني من أجل إصال رسالتك والإشعاع مش نار الإشعاع حب الناس وحب الخلائق وحب الله وحب الملائكة لك ولك هو ذا الإيمان لن تبنى مجتمعات بدون إيمان لن تبنى دول أو أوطان بدون إيمان لن نحل مشاكلنا بدون إيمان يمنعون أن نؤمن ولكننا سنؤمن لأن الإيمان هو في مفتاح الجنة والإيمان هو الباعث الذي يجعل الله يدي وعيني وقوتي وبصيرتي وبصري هذا هو الإيمان ليه بنهتز ليه بنخاف ليه بنكش ليه بنحبط نضعف من الإيمان نرى الناس تتبح شهداء ونأخذ من قتلهم وتروعهم باعث لا يحبطنا ولكن يفعلنا كي نمنع القتل كي نمنع التهجير كي نمنع التعذيب كي نمنع اقتصاب شفنا قضية البصنة وشو سمعنا قصص زي الزفت عن بنت عندها أربع سنين اغتصبت وبنات كانوا سبع ثمان مرات كل يوم يغتصبوا ويجبروا أنهم يعيشوا في مخيمات التعذيب دي لغاية بتبقى عندها خمس ستة وشهر حامل عشان تقسيم البنية المجتمعية للشعب البصنوي وتعافى الشعب ومشي وحيمشي وحنمشي لكن لابد أن نحور نحول 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 ونغير الكبوة والهزيمة المرحلية أو اللحظية إلى انتفاضة ونصر ومسيرة مسيرة مسيرة ايه مسيرة بناء مش مسيرة شرزمة وانتقام يذهبوا فأنتم اطلقاء شردو وقتلوا أصحابه وعزبوهم واغتصبوا أموالهم وهجروهم ماذا أنت فاعلوا بنا أخ كريم وابن أخ كريم الإيمان أخ لا مش حدوت ها مش موعزة اللهم على طول من دخل بيت أبو سفيان فهو آمن وأبو سفيان لأنه عنده وجهة مجتمعية لابد أن نحترم من لهم وجهة مجتمعية داخل مجتمعات حتى وإذا كانت مجتمعات عدقنا من دخل بيتيه فهو آمن ومن دخل الكعبة فهو آمن رجل يحل مشاكل عالم وهو يجلس في الصحراء في زل الكعبة اذهبوا فأنتم اطلقاء يا من شردتوني وقتلتم أصحابي وشردتم أحبابي وأصحابي وجردتمهم من كل شيء وحاربتمونا وقاتلتونا اذهبوا فأستطاع بعد هذا أن يبني فكر الإسلام في كل الركن من أركان العالم إلى يوم الدين لأنه استطاع أن يتسلح مع نفسه فتصالحت معه كل الخلائق إن لم نستلح مع أنفسنا لن تستلح معنا الخلائق ونفسنا وما سواها فألهمها فجرها وتقواها قد أفلح من زكاه وقد خابه من دساه التصالح وركن من ثمرات الإيمان إنه لا يفتح الحسون ولكنه يفتح القلوب أين نحن منه وهو لا يقرأ ولا يكتب وهو لا يقرأ ولا يكتب ولم يذهب ولم يخرج من مكة وتربى يتيما لكنه وجد طريقة وكان يعتكف في الغار وهذا ما فعله إبراهيم عليه السلام أبا الأنبياء نظر للسماء ليجد ربه نظر للنجوم نظر الكواكب نظر الأفلاق كلها والشمس والقمر لا هذا يأفل هذا ليس ربي ربي لا يأفل وعلم وفتى يذكرهم يقال له إبراهيم وهو فتى والفتى ما هو كان دول العشرين فذهب يتحدث مع الآلهة صح ما حد يش رض عليه كسرهم مش كده برضك إيمان 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 فتى مش إيمان مشايق بسم الله ما شاء الله في الغرفة هنا إيمان فتى إيمان غلام 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 ها صورة البروج يتخيل أن الغلام هو من بلغ الحلم أو ما دون الحلم يقف ويقول ما أنت بقاتله إلا أن تفعل ما أمليه عليك ما أمليه عليك فيرسلوه ويرجع مرة أخرى هو في البحر وعلى قمة الجبل ويقول بإيمانه وهو هذا الغلام لكن الغلام صاحب إيمان إلا أن تربطني وتجمع الناس في وسط النهار ثم تأخذ سهما من كنانتي ثم تلقيه أو ترميه عليه وقبل أن تلقيه عليه هنا كلمة السر تقول ماذا باسم رب الغلام باسم شوف الإيمان يجعل الجبار الظالم ها يلتزم الغباء وإن الغباء جند من جنود الله سبحانه وتعالى فيلقي السهم في الغلام فكل الناس كل الناس يقول آمنا برب الغلام إن لم نؤمن برسالتنا في العمل الإنساني إن لم نؤمن أننا قيما في العمل الإنساني إن لم نؤمن أن العمل الإنساني له أخلاق إن لم نؤمن بأن حق العمل الإنساني هو ملك الفقير إن لم نؤمن بحق الفقير وحق الأرملة وحق المسكين وحق النازح وحق اللاجئ وحق المغتصبة حق المشرد وحق العاجز وحق 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 ونحن لسنا مؤمنين بهذا العمل وأركانه الأمر ليس ورش عمل والأمر ليس محاضرات الأمر هو نتاج شخصي لكل فرد منا لكي يستطيع من خلال هذا النتاج أن يغير المجتمع أن يصلح المجتمع أن ينقذ المجتمع أن يرحم المجتمع أن يبني المجتمع أن يرفع الظلم ويدفع عن المسكين والله إن الله لن يخذيك أبدا قالتها خديجة اللي ما تخرجتش من جامعة يا كمان فإنك تقرد ضيف وتحمل الكل وتعين على مصاب الدهر شف شخصية رجل عاش مجتمعيا إنسانيا قبل أن يبعث عاش في المجتمع عاش في المجتمع كجزء منه عاش في الإنسانية كجزء من الإنسانية فهو إنسان يشعر بألم كل إنسان وبحلم كل إنسان وبأمل كل إنسان كان هذا الإنسان مسلم أم غير مسلم كما اتفقنا أمس كان يسعى إلى أن يدخل العالم البشر كلهم إلى الجنة ويحزن حزن شديد على من يفلت من بين يديه هذا هو الإيمان وهذه هي أخلاق حذاري 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 أن نستعلي على صاحب المال وهو الفقير حذاري 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 أن ننظر إليهم نظرة دونية ونمال مالهم حذاري 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 أن تنتفخ مؤسستنا وتتورم بالأموال وهم جوعا حذاري من غضب ربنا لأنه سينتصر إلى الفقير سينتصر إلى اليتيم سينتصر إلى الأرمالة ويكون في صفهم فحينما نتعامل مع هؤلاء نجد أن الله إلى جانبهم فإن أردنا أن نصبح بجانب الله فنكن إلى جانبهم في كل مكان في العالم أطلت عليك يا أخ فادي أمشي لا أمشي زعلتني ده خلاص بقى مفيش دقيقة بقى أنا حشحت منك جزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله أنا طبعا كنت حول المحاضرة دي بس مش عارف فيها إيه فولتا ما أقول أي الحمد لله تعالى هرون عشان نقدمك قدموك